أخ دريس السؤال التام يسأل عن الاستعجال في الوضوء لدرجة أنه لا يخلل بين الأصابع أو الاستنثار الوضوء لا يطلب فيه السكينة ولا يطلب فيه الطمأنينة مثل الصلاة بحيث لو الشخص مثلا استعجل في وضوءه ولكن أتى عمم الأطراف التي يراد تعميمها بالماء مع الدلك ما نقول لها شو وضوءك باطل زي الصلاة تو الصلاة حتى لو أتى بالصورة ولكنه استعجل ولم يقم سلبه كما ورد في الحديث نقول لها صلاة كباطلة لكن ليعنينا في الوضوء أن يغسل مثل الوجه بحدوده المعروفة مع التعميم والدلك فإذا فعل هذا في ثانيتين نقول لها وضوءك صحيح لو فرضا شخص استطاع أن يعمم بهذه الطريقة نقول لها وضوءك صحيح أو المسع على الشعر أو غسل يدين إلى المرفقين أو الرجلين فإذا أتى بتعميم العضو بالماء لا نقول له في كم عممت بالدلك عممت في دقيقة عممت في نص دقيقة عممت في عشر ثواني المهم المقصود من الوضوء التعميم لكنه غالبا لا يحصل مع الاستعجال جدا كان غربي فيسا فيسا حكي وكذا فالغالب لا يحصل التعميم مع الاستعجال جدا هو ذكر مسألة الاستنثار الاستنثار عندنا سنة وليس واجبا فمن تركه متعمدا والمدمضة أيضا والاستنشاق المدمضة والاستنشاق والاستنثار كلها من السنن ومسح الأذنين ورد المسح شعر الرأس كلها من السنن من تركها متعمدا لاستعجاله نقول له وضوءك صحيح ولكنك قد حرمت من الأجر رأوا الأجر هلبة مش شوية بين اللي يدير في السنن في الوضوء وفي الصلوات وبين اللي يترك فنقول له من حيث صحة الوضوء صحيح ولكن فاتك أجر أداء السنن مثلا التخليل الأصابع في الوضوء ليست واجبة يأخذ ريس على مذهبنا لأن الوضوء يطلب فيه الإسراع والتخفيف وبالتالي الإسراع بالطريقة التي لا تخل بالتعبين وبالتالي قالوا تخليل الأصابع هو من دوب فقط وبالتالي لو خلنا الأصابع في الوضوء نال الأجر وإذا لم يخللها نقول له وضوءك صحيح وفاتك الأجر بعكس الغسل الغسل يجب فيه تخليل الأصابع لأن في الوضوء كما قلنا يعتبر في أصابع الرجل باعتبارها متلاصقة تخليلها من دوب فقط ومن تركه صح وضوءه ونقص أجره بينما أصابع اليدين لتفرقها في الغالب لمدة من تخليلها في الوضوء وفي الغسل فمن استعجل وغسل رجلين بالكامل ولكنه لم يخلل الأصابع نقول له وضوءك صحيح وصلاتك بعده صحيحة ولكن فاتك أجر التخليل وأجر الاستنتار وأجر المضمضة وأجر الاستنشاق ففرق بين الاستعجال الذي يؤدي إلى خلل في التعميم وبين الذي لا يؤدي الذي يؤدي إلى خلل في التعميم نقول له باطل وويل الأعقاب من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمم نقول له قد أديت ما عليك وإن كنت قد استعجلت ولكن زي ما قلنا في الغالب في الغالب أن الاستعجال لا يؤدي إلى التعميم الجيد ولا يكون من الإصباغ الذي يتاب عليه المسلم بأجر كبير الذي هو الإصباغ الوضوء على المكاره كما ورد في الحديث